في منفنا الثاني الليلة سنتناول تداعيات مشاركة الحشد الشعبي في استعراض عسكري شهدته اليوم العاصمة بغداد المناسبة كانت إحياء ذكرى الإطاحة بالنظام الملكي عام 1958 والحدث كان عرضاً عسكرياً للاحتفاء بهذه المناسبة وأيضاً بالإنجازات التي تم تحقيقها في محاربة داعش لكن المفاجأة التي لم ترق لكثيرين هي الحضور المستفز لميليشيا الحشد الشعبي هو حضور مستفز لأكثر من سبب ليس فقط لأن الحشد الشعبي متهم بالطائفية وإنما أيضاً بالتجاوزات الموثقة والأجندة السياسية المشبوهة بلغ السيل الزباء هكذا لسان حال ناشطين عراقيين وهم يتابعون الاستعراض العسكري احتفالاً باليوم الوطني لبلدهم ميليشيات الحشد الشعبي ضمن ألوية الجيش والأمن ما يوحي أنها باتت جزءاً من مؤسسات الدولة وتغلغلت في مفاصل الحكم ولم يعد ممكن تجاوزها في جعبة الميليشيات صواريخ بأسماء تحمل دلالات طائفية في بلد ينهكه الإقسام والعنف يقول منتقدون لهذه الميليشيات إنها تأسست على مبدأ التطوع ونتيجة فتوى دينية لكونها ميليشيات مدنية لكن بين بدايات التأسيس وواقع اليوم بون شاسع أصبحت ميليشيات الحشد دولة داخل الدولة مهمتها المعلنة قتال داعش إلى جانب الجيش وقوات الأمن لكن مهمة إضافية كانت تتكفل بها في كل عملية الانتهاكات بحق المدنيين في تكريت تصاعدت المخاوف من دخول الميليشيات وهو ما كان بالفعل فوقعت عمليات قتل وتعذيب بحسب هوى قادة الميليشيات ذات النفس الإيراني ويتبجح قادتها بالولاء للنظام الخميني تجددت الوقائع نفسها في عماده وبعدها الفلوجة قتل وتعذيب واحتجاز وإخفاء الآلاف بعيدا عن مظلة الدولة والقانون واحتفالات طائفية في مدينة تحمل قيمة رمزية للسنة ووصلت الميليشيات إلى حد التهديد بتنفيذ الإعدامات بدلا من الدولة ولم تفلح تطمينات العبادي بمحاسبة المسؤولين في إطفاء لهيب الخوف من بطش الميليشيات المشتعل في نفوس أبناء المحافظات السنية العبادي نفسه يدافع عن الحشد ويؤمن بأهمية وجوده عونا وسندا لكن الأسوأ قد يكون في الأفق التأخب والاستعداد لمعركة الموصل تصاحبه مخايف من تجدد فعائل ميليشيات الحشد مخايف قد تقتل الأمل لدى أبناء الموصل بتخليصهم من القبضة الداعشية القاتلة معنا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكوبيسي سيد يحيى أهلا وسهلا بك في غرفة الأخبار بداية ما الجديد في ظهور الحشد الشعبي في هكذا استعراضات عسكرية الحشد الشعبي موجود على الأرض يقاتل يفرض حتى جندته على الكثير من المؤسسات هذا الاستعراض ماذا أضاف لهذا المشهد على الأرض يعني بداية مساء الخير إليك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز لا الجديد في المشهد هو هذا التقارب الواضح ما بين السيد العبادي وهذه الميليشيات يعني لو نراجع السياق التاريخي قليلا سنكتشف أنه هذه الميليشيات التي أنشئت من قبل السيد المالكي حتى قبل الفتوى السيد السستاني يعني معظم هذه الميليشيات أنشئت منذ منتصف عام 2012 في إطار الصراع الشيع الشيعي الداخلي وبعد إنشاءها بشكل رسمي من قبل السيد المالكي وتغطيتها سياسيا واجتماعيا من خلال فتوى السيد السستاني كان هناك صراع على القلب من هذه الميليشيات بين السيد العبادي من جهة والسيد المالكي من جهة لكن واضح أن السيد العبادي حسم أمره بأن يأخذ صف الميليشيات لأولا لكي يستقوي بها من جهة في صراع الداخلي الداخلي وربما الصراع الأقرب هنا هو صراعه مع سيد مقتدى الصدر وسرايا السلام واضح أن هذا الصراع الآن بات صراعا مفتوحا وبالتالي هذا هو الجديد في العملية هناك تبني كامل من قبل السيد العبادي لهذه الميليشيات وليستخدامها كأداة قذرة لأداء المهمات التي يعجز الجيش وتعجز القوى الأمنية عن أداءها طيب بداية هنا نريد أن نذكر فقط ببعض الشهادات ولرأي بعض شهود العيان لما قام به الحشد الشعبي من تجاوزات تم الإعلام في محافظة لنبار على من لديه مفقود في السقلاوية تم تسجيل اسمه وتم جرد أكثر من 700 شخص شكلت لجنة من قبل ريس الوزراء برئاسة نائب المحافظ ومصر أرسان والحشد الشعبي وكذلك الأمن الوطني وحقوق الإنسان هذه اللجنة هي لتقص الحقائق ولمعرفة الحقائق أثبت هذه اللجنة أنهم موجودين مفقودين بهذا العدد أو أكثر وتوقفت ولدنا في السيشر في منطقة السيشر سلامهم إلى منطقة الحشد في السيشر أخوان تقريباً أثنين ووده أخوية تقريباً ستة سلامهم إلى منطقة السيشر واخذهم الحشد إلى جهة المشهولة والحدها المعرفة عليها مش أي شيء بالحياة مات أي معلومات حداني ما عتهم شيء الحشد أخذ الناس وبيها ذبحها وعاف عوائلها وبيهم أنا أقرباي يعني الحد الآن مفقودين ما نعرفهم وين ومنهم من عدهم يعني تقريباً عشرة وخمسة عشوة الحد الآن ما نعرف مصيرهم وين يا أبو إحنا طلعنا من السيشر طلعنا للصقلاوية وجانا الحشد وأخذنا وأخذ ولدي وتحيل عليهم والله العظيم حيلة كان غذا مودي وطلعوهم جوابونا منا جوابونا على الجسر بزيبس واخذهم ولدي هذول ثلاثة طلعوهم ودعكة ما عرف عنا شيء اليوم باشر عقبة يطلعون وما طلعوه والله الحد الآن إحنا يسلنا منطقة السيشر انتقلنا إلى منطقة بسديرة بعدين للأزرقية قال خبرونا قالوا ورح يجي الجيش عليكم القبات الأمين وختلنا بيته هنا لمدة خمسة أيام والسادس طلعنا عاد يزمونا وهذا عاد يشتغلتهم طلعا بالتواثي وهذا كتل وظلوا يقتلون بنا وهذا بعدين عاد يصعدون هذا أكو جماعة لا والله اللي تفنوهم بالشفر واللي دبحوا دبحوا سيد يحي الكوبيس استمعنا الآن إلى شهادات هؤلاء العراقيين عن انتهاكات الحشد الشعبي الآن بالإضافة إلى كما قلت استخدام رئيس الوزراء لعبادي الحشد في معركته الداخلية هنا هل ما جرى اليوم في هذا الاستعراض العسكري هو مكافأة للحشد على ما قام به من انتهاكات يعني ألا يحسب في لعبة العبادي الداخلية رد الفعل العكسي الآخر من الطرف الآخر يعني فقط للتعقيب على هذه الشهادات الشخص الأول الذي ظهر هذا ليس شخصا عاديا هو سيد راجع سعدون يعني راجع بركات السعدون عضو مجلس محافظة الأنبار وبالتالي نحن هنا أمام مسؤول رسمي يتحدث عن فقدان سبعمائة لكن فقط أعطيك الأرقام الدقيقة للتوضيح فقط المفقودين لحد الآن هم سبعمائة وتسعة وعشرين شخص يعني ستمائة وثلاثة واربعين من منطقة السقراوية وتسعة وثمانين شخص من منطقة القرمة هؤلاء على الأغلب أعضي مخارج إطار القانون وتم التخلص منهم لهذا هناك لجنتين عفوا هناك لجنتان في مجلس الوزراء وفي القيادة العمليات المشترة لكن النتائج النهائية لم تعلن حتى اللحظة فقط للمعلومات بالعودة إلى سؤالك لا لا أولا نحن هنا أمام تواطع دولي مع هذه الميليشيات واضح أن المجتمع الدولي بالكامل يصب اهتماما على هزيمة داعش وبالتالي هو غير معني بهذه الانتهاكات الموثقة لهذا وجدنا صمتا دوليا مطبقا تجاه هذه الجرائم التي ترتكب من قبل الميليشيات وهذا هو الذي يعني أعطى السيد العبادي القدرة على التعاطي مع هذه الميليشيات بوصفها أداة للتأديب أداة لفرض الأمر الواقع الذي تعجز القوات الأمنية والقوات العسكرية عن فرضها بمعنى اليوم في العراق هذه الميليشيات هي أداة لتنفيذ استراتيجية فرض أمر واقع على الآخرين وبالتالي لا تتوقع أن تصدر أي احتجاجات من أي طرف يعني أولا هناك أزمة تمثيل سني يعني حادة في العراق والممثلون السنة غير قادرين على ضمان حياتهم فضلا عن أن يعلقوا بشأن الميليشيات أو بأي شأن حكومي آخر شكرا جزيلا لك ضيفنا من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية يحيى الكوبيسي ترجمة نانسي قنقر